مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله موضوعنا اليوم عن العصبية هاي العصبية صايرة مشكلة مشكلة بالثورة ومشكلة برات الثورة ومشكلة دائما على طول بين كل الناس والعصبية من زمان بيقولوا انه هي ريح تطفئ سراج العقل فاللي بعصب بقى يا لطيف يعني بينتقل بقى التعصيب منه لغيره للي بعده للي بعده فبتسبب بقى بمشاكل كبيرة التعصيب بذكرني بنكتب من زمان حكولنا ياها لما كنا صغار انه قال حدثت مشادة كلامية بين سنين مما أدى الى مقتل ثلاثة وجرح أربعة وفرار الباقون بقى اشوفوا كيف قديش يعني مشان تعبير عن العصبية شو بتعمل بالناس وشو بتعمل بالمجتمعات فهلأ بقى مع السورة ما بنسمع غير كل واحد بيقول للتاني حل عني ما لي طايق حالي لا تحاكيني أنا مو ناصق وكل واحد بيتوقع من التاني انه هو اللي يتحمل وشوفوا بقى كمان هالشغلة الغريبة الموجودة عندنا بالمجتمعات طب يا عمي اذا انت مو قادران تستحمل ليش بالله بتتوقع من الآخرين انه هنه يستحملوك يعني مو متلك متلون الظروف اللي انت فيها هنه مو موجودين فيها يعني هذا البطالة والضغط والقصف والظروف الاجتماعية والاقتصادية كل الناس عم يمروا فيها مو بس انت فاذا كنت انت مو قادران انك تستحمل فبدك تتوقع انه كمان الآخرين مو قادرانين انه يستحملوا هاي الظروف الصعبة بعدين كمان تعالوا نتخيل اذا كل واحد بتضيع عصب شو هيصير يعني هاي النكتة اللي أنا قلتها ما لا نكتة أنا صرت عم حسة عن جد موجودة بالمجتمعات بس بدون قتل بقى بس بيجي الزوج بيعصب أو الزوجة بينتقل للطرف الثاني بعدين بينتقل للولاد بعدين بيفوتوا في الجد والست خاصة انه صاروا الناس قريبين وساكنين مع بعضهم ببيوت بعدين الجيران بعدين بالشغل بالشغل بعدين فعم يتطور كتير وينتقل من ناس لناس 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 وعم يصير بقى الوضع كله بيقلك انا قاعد على بركان كله بيقلك انا قم بالموقوتة يعني مو قدران اصبر مو قدران فمو معقول الوضع يستمر هيك يعني لازم نلاقي له حل حل لازم حل كتير ضروري اذا الواحد ما قدر يسيطر على نفسه كيف بيجي بياخذ الناس التاني وبيقول لهم والله استحملوا والله صبروا يعني سيطر على النفس اهون ولا انا اني سيطر على الاخرين يعني الابن الصغير الطفل الصغير ما عم نقدر نسيطر عليه لحتى نجي للتانين نقول له نسيطروا هلأ كل واحد بيقدر يعرف حاله بيعرف شو اللي بيعصبه بيعرف كيف يضبط اعصابه بيعرف شو مواطن الضعف عنده فاذا ما قدر هو يسيطر على حاله ما يعاتب اي حدا ما يعاتب اي حدا خلص بده يستسلم ويسكت فانا هون نصيحتي وطريقتي كل واحد ده يبدأ من عند حاله لا تقولوا لي هذا حل وصعب ومو لا دك تبدأ انت من عند حاله طب كيف كيف انا قلت لكم من زمان ايجوا سألوني كيف نتعلم الاسباحة قلت لهم تعرفوا كيف تتعلموا الاسباحة ما حعلمكم لا كيف تحركوا ايدكم ولا رجلكم بدكم تكونوا عندكم جرق وشجاعة وتاني شي جرق وشجاعة او ثالث شجر او شجاعة هيك بتتعلموا الاسباحة نفس الشي كيف متخلص من التعصيب بدي يكون عندك ارادة ومع ارادة ومع ارادة هاي الاسباب الرئيسية لحتى تقدروا وعفكرة الارادة هي مفتاح ثلاث ارباع الاشياء اللي موجودة بشخصياتنا واللي بتحقق لنا النجاح بدون ارادة ما بقدر الواحد يكمل دراسته بدون ارادة ما بقدر يسيطر على العيوب الموجودة فيه فنحن بحاجة للارادة عندك ارادة بتنجح بالحياة ما عندك ارادة استحمل استحمل عندك تعصب على الناس الثانيين استحمل انه هنين يعصبوا عليك بس ما تجي تقللن انه والله اللي تعولوا لاطفوني بهالظروف هاي الصعبة والعصيبة ما ممكن ابدا وفي مشكلة تانية يمكن انتوا ما تنتبهوا لها وهوش دائما نحن من مشكلة لمشكلة يعني الحمد لله صارتها الكلمة كتير عم تتكرر معنا بهالبرنامج وكتير الناس عم يحكوا عن السورة السورية انه العصبية ما لطبع بالانسان يعني لا تقول والله انا عصبي وما بقدر امسك اعصابي لا لا انت بتقدر تمسك اعصابك الفرق الموجود بين الناس انه واحد هاي ترمومتر تبع جسمه بلط رأسا والتاني بيكون هادي عنده فبيطول يعني في ناس قليلين للاحتمال عنده قلة احتمال مجرد ما انه حدا يقول لهم اي كلمة او شي ملاقيه رأسا جن التاني ممكن يستحمل اول كلمة وتاني كلمة وتالت كلمة بعدين اما ما في انسان بالدنيا ما بيعصب بالاخر لكن هدول الاتنين سواء اللي بيطلع عنده بسرعة بضغط او اللي عنده هادي وبيقدر الاتنين بيقدروا يغيروا حالهم وبيقدروا انه يتصبروا خاصة اذا قلنا لهم انه هذا الشي انتو عم تنقلوه بالاكتساب وبالقدوة للناس اللي حولكن لازم كل واحد كبير يعرف انه لما هو عم يعصب عمين قل هاد الشي لابنه وعمين قلو لمرته وعمين قلو للعامل اللي بيشتغل عنده فعم يخلي المجتمع يفور اكتر وتصير هاي الشغلة فيه بقى خلص ظاهرة عامة نحنا ما بدنا نزودها نحنا بدنا نقللها فبدنا هدول الاطفال اللي صغار اهم شي ما يطلعوا هيك فهلأ انا اجتني مشكلة على فكرة هو السؤال هذا بناءا على مشكلة كانت المشكلة عم بتقول انه هي عصبية وما عم تقدر تستحمل ابدا هاي العصبية عم تقول انه من هي وصغيرة هيك كان اصل المشكلة انه من هي وصغيرة وموجودة ببيت اهلا هي عصبية وما بتصبر ولا على شي لما زوجوا اهلا اجاها زوج هادي ورازن وظريف كتير واجاها البنت كتير ظريفة وهادية كمان وبتستحمل كل شي بسية مالا عم تقدر شو ما صار معها بتجن وعم تقول انه هلأ مع السورة ومع الغربة وطلعها على البلد تانية زادت الاوضاع معها سوء كتير فزوجها صار عم يجي الا انه يعني ما بصير هيك غيري حالك كذا هيك كان اصل المشكلة فانا هيك شو بدي الا اول شي بدي الا الله يرضى عليكي اصحك تنقلي المشكلة لبنتك الصغيرة لانه انا برأي الحق على اهلك اهلك كان لازم ما يسكتولك ابدا لما سكتولك وانتي موجودة عندهم وحسبتي انه والله العصبية انه طبع موجود فيك عجبتك القصة وصرتي عم تتصرفي على طبيعتك فممكن هذا الشي با ينتقل لزوجك ينتقل لبنتك خاصة انه عم تقول زوجك ضل عم يستحمله طول السنوات اللي من قبل بس هلأ بدي الا انه هيك ما بصير انه الله يرضى عليكي انتي عم تعملي عندنا الجو متوتر ما عد نقدر نعيش به هالطريقة بكفينا الشي اللي عم يجينا من برا ونسمعه البيت لازم يكون هادئ ووضعه جيد وهي عم تقول كمان برسالتها انه ما عنده اي مشكلة حتى لما طلعوا برات سورية حالتهم المادية جيدة وهي وزوجها متفاهمة طب ليش تخربي حياتك على هذا الموضوع لازم تضعي له حد وتوقفي برسالتها كمان تقول انه لما تطلع برات البيت شو ما صار معها من ازعاجات بتستحمله لكن جوات البيت لا طب هذا ما بيدل اكتر واكتر على انه العصبية مو طبع موجود فيكي انتي اختيب الاكتساب نحن هيك دائما منقول للعصبية منقول له لو هلأ فات عليك الملك ولا فات عليك شخص انت بتهابه استاز بتحبه وقوله هيك مكانة جدك والدك شو بتعمل بيقول لك انه رأسا انا بسكوت وبحس انه ما عاد ممكن اني اتصرف على طبيعتي وبهاي الطريقة الهائجة معناته انت موجد العصبية اجدك اكتساب لو لسه فيك عقل تفكر معناته انت مقدر انه العصبية هاي ما لا خارجة عن ايرادتك لا انت فيه براسك عقل وعم تطلع عن الناس اللي حواليك فوالله اذا لقيت امامك شخص مستضعف مسكين هالمستضعفات بتستعمل عصبيتك عليه وبتزعله واذا لقيت قدامك ولد صغير بتستعمل عصبيتك عليه وبتصرخ فيه واذا لقيت قدامك شخص مهم ساعته بتتذكر انه ما بصير انك تكون عصبي هذا الشي غلط وما بصير وحنقول هلأ بعد شوي ليش غلط وليش ما بصير لماذا نرفض التعصيب قلنا انه التعصيب بيعمل مشاكل بين الناس تنافر تسوق العلاقات وهذا اول سبب بيخلينا نرفض العصبية هلأ كمان عم يؤدي العقد عند الصغار هلأ محسنين الموضوع بيمرؤ عادي ما فيه اي مشكلة لما الولد الصغير بيضل بيسمع اخناء ومشاكل ومشادات بالكلام ومرات عم يصير ينتقل للضرب بعض الازواج بيضربوا زوجاتهم او بيؤدي لإيذاء كمان فهذا كله بتسبب بعقد للصغار مشان هيك بنرفضه لما الزوجة مرات تتمادة او الزوج يعصب كتير كتير بسبب ظروف خارج البيت عم يجي على البيت يطلق المرأ هيك بدون اي مناسبة بس لانه هو معصب بيقول انا ماعد مالك اعصابي ماعد متحكم فيها فبيطلقها بدون زند مرات بيكون ما الاعلاقة ابدا بالمشكلة ومرات لا بتكون هي طرف بالمشكلة لما تضل كمان طلع تعصيبة قدامه فالطرفين بيضاعف عندهم التفاعل مع القصة اتنين بيصرخوا اتنين فيؤدي الى الطلاق وهي كمان مشكلة احنا ما بدنا هلأ اقلوا اقلوا انه هالأسر الصغيرة تنلم على بعضها اذا ما قدرنا نجمع الكتائب والمجموعات الكبيرة من الناس لما عم يلتقوا بمكان واحد كمان عم يتسبب للتقمص اللي كمان حكيت عنه بفقر الاولى كمان التقمص مشكلة لما الولد الصغير يبدأ يتعلم انه هاي الطريقة بالحوار هاي الطريقة بالتعامل فيبدأ هو الثاني ينرفز على اي شيء بصير بقى والله اعال كلهم نرفز بالبيت ماعد في حدا عائل لحتى يهدي الناس البائين لانه مرات بعض الامهات لما تشوف طفله صغير عم يبتسم له عم يضحك له مرات بعض الاطفال بيعملوا حركات حلوة بصير هيك بيحط ايده ويقول له ماما طولي بالك هذا كله بيخلي الام او الاب انه يرجع يروح لكن لما الطفل نفسه يبدأ والله يتقمص لا اي هي الطريقة للتعامل فبدل ما يبتسم ويحكي هذا كلامه الجميل اللي بيكون احرف وهيك محرفة يصير والله هو كمان مع اهل البيت فبتصير بقى المشكلة كبيرة كتير وبتظل شوفوا كيف عم تنتقل من فرد الى فرد وعم تتكرس يعني ما عادت والله مجرد مشكلة سطحية لا عم تصير هي هاي الطريقة بقى الازلية بالتعامل فبصير مشكلة هلأ بعض الناس شو بيحسبوا بيكون عندهم هيك شعور بالنقص شو بيقولوا لحالهم انه والله اذا انا صرخت او عصبت بصير لي مهابة اللي كلمة اللي قدامي بيخافوا مني وبيسمعوا كلمتي هلأ يمكن ظاهريا تحس بقولوا انه والله هذا الحكي صح انه اذا احنا صرخنا او عملنا هيك العالم بتخاف مننا بس يا كيف بتخاف مننا بتخاف من باب انه والله اشرر الناس من الطقية اللي شري بقولوا ان شاء الله هذا هلأ بيفتح علي باجوءه خليني بلاش بس ما بيكون عن جد هيبة ومكانة لا بيكون هيك نوع يعني من انه انا كمان مناقصني خليني ريح راسي بلا ما اسمع لي هالكلمتين او متل ما بيقولوا كمان بعيد عن الشر وغني له فهي الطريقة غير مجدية وغير صحيحة ولازم نعملها من اولوياتنا يعني اذا كان في عنا مشاكل حكينا عنها طول هالحلقات طول من اوقت انا ما بديت مشاكل هذا مسائل اجتماعي اذا كان غيري عم يحكي اذا عم تقرؤ اشياء من اولى الاشياء اللي لازم نتخلص منها بمجتمعنا السوري هو العصبية لانه كمان في الى اثار بنرد نحكي عنها بس ما بعرف اذا هلا بتوسع الحلق منحكي عنها اذا ما بتوسع منحكي مرة تانية فالعصبية لازم تكون من الاولويات انه نتخلص منها لانه بتأثر على العقل يعني شو اهم شي بالانسان هلا شو عرفوا الانسان معني انا ما بحب هالتعريف بسألوا حيوانه الناطق فاذا كان اللي بميزنا عن الحيوان هو هذا العقل لازم ما نخلي يغيب باي طريقة من الطرق منها طريقة العصبية اللي عم يتغيب العقل ودخلينا نتصرف بطريقة غير سليمة وغير صحيحة عم تخلينا نتخذ قرارات غير سليمة وغير صحيحة اهم شي القرار هلا اللحظوا كل المشاكل اللي عم تجي نهاجر ولا نبقى اعمل هيك مع ابني ولا ما اعمل كذا كلها يعتبدة عقل وبده تركيز فاذا ما كان في عقل وتركيز هناخد قرارات غلط فالعصبية حت تبدأ تودينا المهالك شيئا فشيئا فشيئا شو الحل بقى هو الحل شو برأيكن الحل الحل مثلا حزروا شو من الحلول اللي انا لقيتها انا لا احب انه استفرد برأيه فكتير من الموضوعات لما يجيني عليها بحب انه والله استشارة واستخارة وسؤال ايام دور حتى على الانترنت انه شو في اشياء وايام بلاقي انه لا الموضوع يعني له هذا الحل فبكتبه هذا الموضوع بما انه عم لكم مهم كتير حاولت اني دور فلقيت من الحلول النوم قال النوم والله لا بأس اذا يعني بحل مشكلة نا مو خلص اذا ما في الانسان اي شي يعمله او يشغل وقته لا بأس على الاقل على الاقل بيخلص الناس اللي حواليه من شروره لما هو يعصب الحل كمان قال كذب ملغيز هذا مو حل سهل قلنا انه قلو الارادة بس ياريت كل واحد انه يجرب يعمله لانه حل فعال جدا بعده في ترك ما لا يعنيك مرات الانسان ما بعصب على نفسه بعصب هيك لامور ما قالوا علاقة فيها بالمرة بيطلع ليش انت عملتك وليش انت يا اخي خلاص مشان الله الله يرضى عليك خليك هلأ بحالك لا تحارب غير الاشياء اللي بتأثر على الاخرين اما الاشياء الشخصية اللي عم يعملوها الناس وهنا المرتاحين لا تعاتبون عليها ولا تدخل فيها خليك على القلب تخفف شوية عصبية عنك وشوية ارتفاع بضغط الدم مشان صحتك بعدين الابتعاد عن المؤثرات اي مكان ممكن انه كيوم فيه مشاكل او شي وانت ما بتقدر يكون لك دور ايجابي او دور فعال بععد عنه يعني مو تجي انت تكون اب بتقول والله انا حبععد لا هون اذا ابنك صغير انت فيه لك دور مثلا زوجتك مسؤولة منك ما بتجي بتبعد اذا كان بقر مشاكل بدك تحاول انك تكون ايجابي وانت المسؤول وتعمل شي لكن اذا كان الانسان مجرد والله انه موجود والمشاكل موجودة وما عم يقدر يعمل شي لا خليه بععد عنها على القلب كي بترطاح اعصابه لو رجع بعد فترة لهي البقرة بيقدر انه يشوف المشاكل بطريقة احسن يمكن يقدر يساعد هدول الناس اللي موجودين بداخلها بعدين فيه كمان انه اطلوب من حدا انه يصورك هلأ كل الناس صار معهم هاي الجوالات اللي فيها كاميرات الانسان ما بيشوف حالة وقت يعصب كيف بيكون مرات بيكون عن جد وضعه مخيف ومرعب الانسان لما يعصب يعني معروف انه ادريلينين وتفاعل بالجسم وبالخلايا بيحمروا وشه عيونه بصيروا هيك بيدوروا له التعصيب مظاهر مخيفة فياريت لو شي حدا هيك بالخفاء يصوروا وبس لا يروء ويهدأ يورجي هاي الصورة فلعله لما يشوف نفسه بهذا المنظر انه يقلع عنه وبيقولوا انه الشيوخ من زمان اللي كانوا هيك عندهم عقل وفهم كانوا يطلبوا من تلاميذهم التلميذ ما بيقدر يصور ما كان فيه كاميرات بهديك الايام لكن كان يطلب منه لتلميذه يقول له صور لي بالكلام انه انا كيف كان شكلي فبعضهم قال لما سمعوا الوصف وها النقادحة كتير وفي قصة انا صارت مع والدتي انا جدي الشيخ علي الطنطاوي كان صريع الغضب فبس هو الحمد لله صريع الرضا والظريف فيه انه ما كان يغضب غير للاشياء القيمة فمرة زعلته واحدة من بناته عملت شغلة يعني غير لائقة فزعلته لكن انا والدتي استغلت الفرصة لحتى تورجيه كيف بيكون فجدي كان بحالة كتير يعني هيك غضبان وجالس هيك ووشه متجهم وعيونه حمر فراحت والدتي طبعا هيك كانت خايفة منه لانه جدي له ما هابته فعنده هيك مرآة صغيرة مسكتها وتخبت وراها من خوفها من والدها المراية هيك حجمة معقول وصار تتقرب على جدي كان له هيك زاوية يجلس بها وهو هيك متجه فمسكت المراية وصار تتقرب عليه شوي 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 وبعدين هيك حطه طبي وشه فأول ما شاف شكله رأسا رأسا انقلب منه وظل فترة متأثر بهذا المنظر اللي شافه بص طبعا الانسان بعدين برد بيرجع انسان وبرجع بلكم الحمد لله لانه جدي ما كان يغضب غير للأشياء يعني لهي فالمهم كانت هاي طريقة من الطرق لكي الانسان انه يشوف حاله كيف لما يغضب وقوم مرة تانية يشاور عقله عشر مرات قبل ما يوصل لهي المرحلة المرعبة واللي بتأثر على اللي حوله سلبا وليس اجابة مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم فاذا قلنا انه علاج العصبية ها مهمة العصبية مشان هيك هارجع لخص واكد على الأشياء النوم ولا تنسوا انه بيقولوا نوم الظالمين رحمة او نوم الظالمين عبادها يعني هاي شغلة معروفة بس نذكر بها برجع بقول كمان كذم الغيز برجع بقول قوة الإرادة انه الانسان يترك ما لا يعنيه انه يبتعد عن المؤسرات اللي بتزعجه وبتدايقه كل انسان قدرى بنفسه وانه يطلب من حدا انه يصوره بعدين كمان الانهيماك بعمل هاي الانسان لما يشغل حاله هلا انا قلي هيك قريبة كل ما صار مشكلة او شي هي قليلة الكلام وما يعني فكل ما صار معها مشكلة بتروح بتشتغل بالبيت هي كتير بتهتم بالنظافة والرتابة فكتير ايام بتطلع شي بيخطر عبالة بتفتح اي خزانة بتنزهك بتنزل كل شي فيها عالارض بترجع مرة تانية بترتبها وبتزبط وهي مرتبة ومزبطة ونضيفة بتروح مثلا للشباك بيخطر عبالة انه تجيب هالمماسح وهالهاي وترجع مرة تانية تنطفه وهو ما له غير يومين منظف فهي طريقة انه الانسان ينهمك بعمل انا طبعا ما بنصحكم تعملوا مثل هذا او اذا كمان عنده مسئولية معينة كان عم يأجلها انه يستغل هاي الفترة اللي هو منفعل فيها هلا فيه اشياء اعمال بدها تفكير يمكن الانسان المعصب او اللي مزعوج من الموضوع والموضوع عم يدور بي باله انه يكون صعب عليه انه يركز ويقوم بعمل بده عمق وبده تفكير لكن الاشياء الروتينية اليدوية ممكن اذا بدكن ممكن انه يمشي 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 حتى بالبيت لو ما قدر يخرج من البيت الا ما يكون عنده مساحة معينة انه يمشي فيها او يدور فيها بس لحتى يفرق هاي الطاقة الموجودة طب يعمل رياضة بعض الرياضات كمان اللي ممكن انه تكون بالبيت كل هاي الاشياء بتفرق العصبية وبتفرق الطاقة حتى انه روي انه بالحديث انه اذا كان قاعد واقف واقف يععد واذا يعني يموم انه يغير من اي حركة الى اي حركة لحتى يقدر انه يروح هاي العصبية ويرجع مرة تانية روء باله وكمان مثل كزم الغيز ضبط النفس يعني هاي هاي اهم شي الارادة وضبط النفس هلأ حكو لي بعض اللي بيروحوا على المخيمات وبيلقوا على الناس بيلقوا عليهم يعني محاضرات وبينصحوهون فانه قال دخلوا لوحدة من الخيام فلاحظوا انه هاي الخيمة يعني اللي ساكنين جن بس شكوا انه دائما هي وزوجة عم يتخانوا دائما صوتهم لنا برا بتعرفوا نحن بالشقق الحمد لله الاصوات عم توصل من بيت لبيت فكيف بالخيام طول الوقت قال هو معصب وعم يصرخ وشي هي بتصبر وبتصبر بعدين خلاص ما بتقدر تسكت وهي فالولاد بفوره فصاروا مصدر ازعاج لكل مين حوله فلما اجت هاي الاخصائية النفسية طلبوا منها انه تحكي عن هذا الموضوع يعني هي ما خطر عبالها انه موضوع مثل هذا له اشهر وعم يزعجون لاصحاب الخيمة ويزعج جيرانهم انه ينحل بكل هالطريقة البسيطة قال هي بس خلال محاضرتها جابت هيك الموضوع انه ازا صار معكم خلاف ونصحت اللي موجودين بالمعسكر بالخيم انه ازا اي اتنين تخانقوا انه هاي انت بي مخيم لا تعملي ولا شي ولا تجاوبي زوجك بس طلعي لبرق بس بس تمشي تمشي وردي رجعي مرة تانية على الخيمة لما تشعري انك انت رأتي ونسيتي الموضوع ويكون زوجك عاتبي فتحي معه الموضوع بس لقوا حل مسكوا ورقه وقلم تتخيلوا انه هاي غابت عن المخيم فترة هي ساكنة يعني مو بنفس المكان محل برقه كل فترة بتتردد على المخيم وبتابع الحالات النفسية يلي بتراجع تخيلوا لما رجعت المرة اللي بعدها لقيت انه هاي السيدة عم تقول انه والله قلي متجوزة ثلاثين سنة اول مرة بسمعها النصيحة هاي انه وقت يكون زوجك مع الصيب لا تتحاكي ولا تجاوبي قلنا طلعي تمشي بدا وردي رجعي بتنحل المشكلة قال من يومتها كتير كتير تحسنت أمورها ومو بس هيك صارت هي تدور بالمخيم وكل ما شافت مشكلة مثل مشكلتها بتقول لهم انا هيك قالولي ونجحت معي انا عم انصحكم نفس النصيحة فاشوفوا كيف مرات نحنا هيك كلمة بسيطة تقال بظروف يعني هيك وعظ وارشاد بطريقة يعني بدون اعداد بدون تلفزيون وتكميلات وشي قديش بيكون لها أثر على الناس وانا مرة حكيت لكم عن أثر الكلمة على الفرد اللي نحنا ما بنشعر فيها مكون عم نقوله ومحاسبين انه ما الا شي لكن اذا ما أثرت على الكل على الالتأثر على واحد لناس تانين كمال ممكن انهم يستفيدوا منها فالكلمة إلى تأثير وهيشوفوا كيف غيرت هالنصيحة البسيطة فهي نصيحة في ناس بقى شو بيعملوا لما يعصبوا هلا شو بيحسبوا من الحلول الحلول التدخين وهذا يا لطيف على التدخين شو صاير عنا مشكلة مشكلة بالمجتمعات العربية يعني انا كل ما غبت عن مجتمع ورجعت بغيب عن الأردن فترة وبرجع انا من الأول ملاقي بالأردن نسبة التدخين تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين هلا يبدو انه صارت مية وعشرين بالمئة ولما روح على سوريا بالفترة الأخيرة كمان كنت لأي كتير نسبة التدخين زايدة كنت كل ما سألت حدا انه ليش شك الله يرضى عليكم اللي يا أختي من البسط يا أختي من البسط يعني هو طبعا أصده العكس طب هل فعلا التدخين بيحل المشكلة لما الواحد يقعد يدخين والله أنا ما عم شوفه عم يحل المشكلة بالعكس عم يصير فيه مشاكل تاني انه صار بده دائما دخان ومرات ما بيكون معه حق الدخان وانه الدخان نفسه أثبتت الدراسات انه بوتر الأعصاب ما بيهدية مثل ما بيحس بالمدخين وانه فيه له تبعات تانية خطيرة على المجتمع فالتدخين لازم نحله يعني التدخين هنين كانوا يشوفوه مثلا يجرؤوا عليه الولاد الصغار أنا هذا اللي خايفة منه يعني هلأ الكبير وقت يدخن ممكن نتغاضى يعني ننسى نقول انه خلص ما عد في عنده شي يعملو لكن المشكلة انه يا كبير انت لما عم يتدخن انت قدوي ابنك عم يتعلم منك واللي قاعد معك بالخيمة عم يتعلم منك وكل اللي حواليك وعم تصير هاي مشكلة بالمجتمع والأدها والأمر انه عم يربطوها بالرجولة يعني اذا انت ما دخنت ما بتكون رجال اذا انت ما دخنت ما بتكون زلمة وصار كمان عنا تأثير خارجي انه عم يوردولنا الدخان قلنا قبل هلأ انه بيكون من المنطقة ما في اكل ما في شرب نلاقي موجود دخان وعم يبيعو فهد كله لأفساد المجتمعات لازم نحن نسيطر عليه هلأ تخيلوا انه الصين كانت بالأول تشجع التدخين لانه كان تشوف فكرة انه عنده اراضي بتزرع فيها التبغ فهي تجارة بالنسبة لهم كل شي اموال يعني هلأ الدخان حتى نحن جابو لنا يا تجارة فالصين بدي اموال اكتشفت انه التدخين عم يجيب امراض امراض متنوعة من سرطان من كزا من رئتين من 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 فلاقيت انه علاج التدخين صار عم يكلفه اكتر من المورد المادي اللي هي عم تكسبه من ورا التدخين قامت ما عد بالديا شوفوا كيف يفكروا بالمادي بطريقة مطبيعية هلأ نحن بيجوا بيقولوا عنا ماديين لا تفكروا بالمادي طب ما في حدا بالدنيا ما بيفكر بالمادي لدرجة عم نقلكن انه الصين بعد ما كان التدخين بالنسبة الى كتير عاجب وعم تشجعوا شي هلأ لقيت انه خلاص صارت مدار العلاج والقعدة بالمستشفيات وتكاليف الأدوية اكتر بكتير من الزراعة فهلأ قررت انه تبدأ تحارب التدخين هالتقرير انا شفته بالتلفزيون بيعني محل موسق وانا بتأكده انه خبر صحيح بس ما بعرف اذا الصين حتطبقه ولا لا بس انا بقى اخدت منه العبرة لك ليش كل الشعوب لك ليش كل الشعوب بتفكر بصحتها بتفكر بجيبتها وبتفكر بوقتها وبتفكر إلا نحن الحمد لله بس بدنا نتسلى بس بدنا ننسى كل ما صار معنا مصيبة بدال ما نقعد نفكر بقوة الإرادة وبالعزيمة وبالحلول بنقعد نحن نصير بدال لانه الله حرم علينا الخمر الحمد لله من لاقي إله بدائل اللي هو التدخين وهالأشياء هاي فرجاء رجاء بقى آن الأوان إنه ننسى هالملهيات هاي ونفكر بالأشياء القيمة مضطرة أني وقف الحلقة لأنه خلاص برجع بذكركم مرة تانية إنه بتكتبوا لنا أي شي عندكم منرحب فيه مهما كان ولو كان انتقاد أو أي شيء هيك مفيد مثمر أهلا وسهلا فيكن على بريد البرنامج أو على صفحتي أنا على الفيسبوك وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم